الدكتور محمد شهد المعادلة السعرية فيه إطار إنه الدولار سعره زاد واليورو سعره زاد ده بالنسبة لي مفهوم بس أنا عملت الإكسرسايز قعدت أبص على الويب سايتس الكبيرة المهمة المعتبرة المضمونة عشان على التجارة العربيات أغلبهم ما هيقول لي مش كل الحاجات يا يوسف أنتوا عارفيني الحاجات الكبيرة المضمونة اللي بتجيبوا مديع عليها يعني مش أنا هي هي نفس الويب سايتس قعدت أجيب يا أخي السعر واشيلت 19% بتاعة الفات ده لو أنا بتكلم عن الاتحاد الأوروبي أي كان بقى الاتحاد الأوروبي مش بس ألمانيا وبعدين أروح جايب سعر العملة طبقا للسوق السودة وأنا ضد السوق السودة بس أنا عايز أعمل سايت بقى أحسب وحط جدول الرسوم والجمارك بالشكل التراكمي كما تقروا المصلحة وفي الآخر بقيت فرق 40% برضو هو إيه بقى اللي بيحصل بص يا سيد يوسف احنا من بداية الحملة في 2019 حملة خليط صدي واحنا بنقول أن هناك في عبس في سوق السيارات المصري موجود من قبل 2019 بكتير جدا بس هي 2019 لما تم تطبيق اتفاقية التجارة حرة ما بين مصر وأوروبا ووصلت لمية في المية صفر جمارك بانت الفرق الرهيب ما بين الأسعار اللي موجودة برا في ألمانيا أو في أوروبا وما بين الأسعار اللي موجودة هنا في مصر على سبيل المثال ولقينا فجوة كبيرة جدا 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 تصل هامش يصل هامش الربح في بعض العربيات لعشرين وثلاثين واربعين وفي بعض العربات التجميع المحلي ووصل هامش الربح المية في المية يعني العربية اللي كانت بتتبعها بخمسين ألف هي وقفة على التاجر والموزقة بخمسة وعشرين ألف جنيه فطبعا مع زيادة سعر الصرف طبعا التاجر بقى مش بيجي بس بيعلي النسبة بتاعت فرق سعر الصرف لا ده هو يقولك يقولك طالما أنت كده جمد قوي وبتقدر تشتري عربية وبتدفع في الدولار خمسين جنيه طب خد بقى ادفع كمان زيادة بقى يقوم بتلاقي حضراتك مش بس حط الفرق بتاع العملة وده شيء مفهوم يعني لا ده كمان أما حاطت كمان عشرين أو تلاتين في المية فوق السعر بتاع العربية أصلا يعني تاعي العربية مثلا اللي ما أنا يعني حد لحضراتك أمثلة كتير يعني هي النسب دي ممكن تطبع العربية اللي بنتين ألف جنيه أو تلاتين ألف جنيه وفي نفس الوقت ممكن تطبع العربية اللي بمليون وبتنين مليون يعني فأنا حد لحضراتك مثال بس علشان الناس تعرف التجار والاستغلال اللي بيحصل حاليا بسبب انكماش السوق وبسبب قوانين تقييد الاستراد بالذات العربية المستعملة وكمان الزيرو غير مودل السنة وصلنا لإيه في مصر وصلنا في مصر انك انت ممكن تلاقي عربية على سبيل المثال بتتبع بره مثلا بخمسين ألف يورو تلاقي التاجر بيروح للتاجر المصري بيروح للتاجر هناك لما تيجي أنا حد لحضراتك مثال عملي عملي فعلا احنا عملنا يعني حضراتك تذكر لما كنت عمل حضراتك آخر مرة ان احنا في 2019 لما عملنا حملة خليها تصدي أسعار العربية تنزلت في 2019 وبعد كده في 2020 وقت قزمة الكورونا وكان في غلق تام وحظرة الجوال وكل حاجة فجينا لقينا ان شركات العربية تبتدى التعليق الأسعار بتاعتها مع ان الشهر العقاري مقفول إدارات المرور مقفولة المحلات نفسها مقفولة وفجأة تبتدوا يعلف الأسعار فالموضوع ما بقاش له اي علاقة بالعرض والطلب اللي هما دايما بيقولوا عليه نحن بقال نغلق الأسعار بسبب العرض والطلب فاحنا حضرتك قررنا ايه بقى في آخر 2020 عملنا استفتاء في الجروب الحامل وقالنا يا جماعة تحبوا نكمل زي ما احنا عايزين في المقاطعة وحملات التوعية ولا ان احنا نعمل شركة استراد نستورد عربيات من أوروبا بالسهر العادل للهضاء الحامل و99% في الاستفتاء قالوا عايزين نفتح شركة استراد وفعلا عملنا شركة هنا في مصر وفي ألمانيا وحدتتحك بقى حضرتك لما رحنا مثلا بقى اعادت مع شركة من الشركات هناك وحدي لحدني لحضرتك مثال بسيط عربية سيمتين بخمسين ألف يورو هناك ما تقولش ألواء عربية لا ماشي هو مدل مش المركة يعني أنا قلت مدل كده يعني ماشي معا لينا فالعربية دي مثلا بتتبعها بخمسين ألف يورو ففجيت ليته وعرضها بستين ألف فبقوله بس يا فلان العربية دي سعرها خمسين مش ستين ألف قال لي ما هي التجار بتوع مصر ألاقي اللي كده بالحرف التجار بتوع اللي هما يعني الأصحابك الموجودين في مصر بيعرض لي في العربية اللي بخمسين ألف بيعرض لي فيها ستين قلت له ازاي قال لي أنا عندي تاجر جيش ترى العربية بخمسين وبعديها بيوم كلمني تاجر تاني قال لي أنا عايز العربية دي قال له لا ده أنا بعتها خلاص لتاجر مصري تاني قال لي بعتها له بكام قال له بخمسين قال له طب أنا أخدها منك بستين فتخال لما يبقى تاجر مصري يدفع عشر تلاف يورو زيادة على سعر العربية العادل في ألمانيا علشان يخدها مصري علشان هيكسب فيها قدل عشر تلاف يورو دولار كمان عشر تلاف زيادة